اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن ولا وبعد نواصل حديث حول مساق الثقافة الإسلامية ومع محاضرة جديدة وهي بعنوان أحكام الوضوء والصلاة والحيض والنفاس أولا الوضوء الوضوء في اللغة الحسن والنظافة في الاصطلاح استعمال الماء في أعضاء مخصوصة بنية التطهر حكم الوضوء إما أن يكون واجباً وإما أن يكون مستحباً متى يجب الوضوء؟ يجب الوضوء في ثلاث حالات حال الأولى الصلاة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أثنين الطواف بالكعبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الحائط لا تطوفي حتى تطهري رواه الإمام البخاري تلاتة مس المصحف لقوله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهر إذن هذه التلات حالات يجب فيها الوضوء الصلاة الطواف بالكعبة ومس المصحف لكن يستحب بالوضوء فيما عدا ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن إلا مؤمن يتأكد للسحباب عند تجديد الوضوء لكل صلاة الوضوء لذكر الله والدعاء الوضوء قبل النوم الوضوء قبل الإغتسال كل هذه يكون فيها الوضوء مستحبا يكون فيها الوضوء مستحب ما هي فضائل الوضوء؟ ليه الوضوء فضائل كثيرة منها واحد سبب لمحبة الله تبارك وتعالى لأن الله تعالى قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين متطهرين دائما يكون على طهارة ويكون على وضوء يعني هذا سبب لكي يحبك الله تبارك وتعالى نين علامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حيث يأتون يوم القيامة غرا محجلين قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أمته يأتون يوم القيامة غرا محجلين والغرة بياض في جبهة الفرس والمحجلون التحجيل بياض في يدي الفرس ورجليه والمراد بهما النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة يعني يكون هناك نور في الوجه ونور في اليدين من أثر الوضوء فمن استطاع النبي قال عليه الصلاة والسلام فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل يعني زيد بعد المرفقين إلى أعلى وزيد في الوجه وهكذا يكون النور زائدا يوم القيامة إن شاء الله تبارك وتعالى أيضا من فضائل الوضوء تكفير للذنوب والخطايا قال النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره شوف ثواب عظيم فضل كبير من الله تبارك وتعالى ليه الوضوء أربع رفع للدرجات قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله فقال اسبغ الوضوء على المكاره مكاره عن الأمور التي يكرهها الإنسان وتشق عليه خاصة في البرد اسبغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذه فضائل للوضوء وعيدها بسرعة واحد سبب لمحبة الله نين علامة لم أمة محمد صلى الله عليه وسلم حيث يأتون يوم القيامة غرا محجلين ثلاثة كفير للذنوب والخطايا أربعة رفع للدرجات صفة الوضوء صفة الوضوء واحد استحضار النية في القلب اثنين التسمية يعني الواحد يقول بسم الله ثلاثة غسل الكفين أربعة تسوق خمسة المضمضة والاستنشاق والاستنثار من الأنف يعني ستة غسل الوجه ثلاث مرات مع تخليل اللحية سبعة غسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى كذلك تمانية مسح الرأس أو مقدمة الرأس تسعى تسعى مسح وسط الأذنين السبابتين وظاهرهما بالإبهامين مر واحد عشر غسل الرجل اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى كذلك داعش الدعاء بعد الفراغ من الوضوء بقول يعني أن نقول بعد أن ننتهي من الوضوء أن ندعو الله عز وجل قائلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من المتطهرين بعد ذلك شروط الوضوء واحد أن يكون الماء طهوراً اثنين أن يكون الماء مباحاً فلا يكون مسروقاً مثلاً ثلاثة إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كالدهان والمنكير وما شابه ذلك أربع إصباغ الوضوء يعني أن يقوم بالوضوء على الكمال والتمام هذه الشروط الوضوء يعني حتى يكون الوضوء صحيحاً حتى يكون الوضوء صحيحاً فروط الوضوء النية واحد الني ومحلها القلب ولا يترفض بها يعني بدون ما قول نويته أن أتوضى بدون ما رفع صوت خلاص بالنية والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والنية محلها القلب اتنين غسل الوجه ومنه المضمض والاستنشاء كما ذكرت قبل قليل تلاتة غسل اليدين إلى المرفقين أربع مسح الرأس كله ومنه الأذنان خمسة غسل الرجلين مع الكعبين ستة ترتيب بين الأعضاء ترتيب إذن النية غسل الوجه غسل اليدين إلى المرفقين مسح الرأس غسل الرجلين مع الكعبين الترتيب بين الأعضاء سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثاً في أول وضوء اتنين تسوق بسواكع ثلاثة غسل الأعضاء ثلاثة إلا الرأس والأذنين فليزاد في مسحهم على مرة واحدة التيامن غيش التيامن هو أن أبدأ باليد اليمنى ثم اليسر بعدين بالردل اليمنى ثم الرجل اليسر خمسة إطالة التحجيل ببعنى أن يزيل على المرفقين والكعبين في الغسل والكعبين في الغسل والكعبين في الردلين أطلع لفوق وكذلك في اليدين أرفع أكثر من المرفقين هذا اسم إطالة التحجيل حتى يكون نور يوم القيامة في هذه الأماكن ستة تخليل اللحية لإصال الماء لبشرة الوجه سبعة تخليل ما بين أصابع اليدين والرجلين تمانية دلك الأعضاء باليد ولا يكتفي بالرش تسعى الاقتصاد في الماء اقتصاد في الماء لا أكثر الماء افتحش الحنفية على الآخر عشر الدعاء بعد الوضوء كما ذكرت قبل قليل قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء الله أكبر شوف ثواب عظيم لعمل بسيط كمان مرة وعد هذا الدعاء لأهميته ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء يعني يأتي بها على الكمال والتماء ثم يقول بعدما ينتهي من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء داعش صلاة ركعتين بعد الوضوء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ من توضأ من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه أوفر له ما تقدم من ذنبه حديث متفق عليه صحيح كمان مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه نحن بكون خالصا لوجه الله لا تشغله الدنيا على الإطلاق لا يفكر في شيء دنيوي إنما علاقته مع الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه ما تقدم له ما تقدم من ذنبه ثم نأتي الآن إلى آخر نقطة في الوضوء وهي نواقض الوضوء وأحد كل خارج من السبيلين يعني مثل البول والغائط والريح قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى اثنين النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك هذا يسمى يعتبر ناقضا للوضوء كذلك الإغماء والتخدير الكامل ثلاثة أكل لحم الإبل والمسألة هذه فيها خلاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل أنا توضع من لحم الإبل قال نعم أربع مس الفرج باليد مباشرة من غير حائل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضى هذه هي نواقض الوضوء كما مره كل خارج من السبيلين اثنين النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك ثلاثة أكل لحم الإبل أربع مس الفرج باليد مباشرة من غير حائل هذا بالنسبة للوضوء النقطة الثانية الموضوع الثاني بعد الوضوء الصلاة 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 في اللغة هي الدعاء في الاصطلاح احفظوا هذه التعريفات هي التعبد لله سبحانه وتعالى بأفعال وأقوال مخصوصة ذكرها القرآن وفسرتها لنا السنة النبوية وتفتتح الصلاة بالتكبير وتنتهي بالتسليم هي تعريف الصلاة في الاصطلاح كما مره تعبد لله تعالى بأفعال وأقوال مخصوصة ذكرها القرآن الكريم وفسرتها لنا السنة النبوية المطهرة وتفتتح الصلاة بالتكبير يعني بدايتها بتكون بالتكبير وتنتهي بالتسليم حكم الصلاة حكم الصلاة فرض عين على كل مسلم ومسلمة عاق البالة إلا الحائض والنفساء من النساء حيث لا يجوز لها أن تصلي حتى تطهر ولا تسقط الصلاة عن المسلمة دام عاقلا وقادرا على أدائها هذا بالنسبة لحكم الصلاة في الشريعة الإسلامية ما هي أدلة مشروعية الصلاة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والجميع يحفظ هذه الأدلة أولا من القرآن الكريم قولوه تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ومن سنة النبوية المطهرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة والحج وصوم رمضان وفرضت الصلاة في ليلة الإسراء والمراج حينما أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلاء وصل إلى سدرة المنتهى ثم إلى الحضرة الإلهية وفرض الله تعالى عليه الصلاة والقصة معروفة في كتب السيرة هذا بالنسبة لتعريف الصلاة وحكم الصلاة وعدلت مشروعية الصلاة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة شروط الصلاة هذا شروط صحة الصلاة حتى تكون الصلاة مقبولة عند الله تبارك وتعالى لا بد أن تتوفر فيها عدة شروط واحد الإسلام وهو أهم شروط فدونه لا تقبل صلاة الشخص يعني أي إنسان غير مسلم فيصلي لا يقبل منه لا تقبل منه صلاة إن لم يكن مسلما لا بد أن يكون الذي يصلي مسلما قد دخل الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله نين زوال الموانع أو الأعذار أثناء وقت الصلاة فإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو طهرة الحائض أو النفساء أو أسلم الكافر وجبت عليه الصلاة زوال كل هذه الموانع تصبح الصلاة يعني واجب عليه شروط قبول ووجوب الصلاة ثلاثة العقل فلا تصح صلاة المجنون فلا تصح صلاة المجنون أربع التمييز يعني أن يكون مميزا خمسة الطهارة وتكون بالوضوء والغسل أو التيمم لمن لم يجد الماء أو عجزة أو عجزة عنه ستة دخول وقت الصلاة لا تصح الصلاة دون معرفة الوقت لا تصح الصلاة دون معرفة الوقت سبع استقبال القبلة لابد أن نستقبل القبلة تمني استحضار النية وما حل النية القلب كما عرفنا سابقا دون أن نتلفظ بها دون أن نتلفظ بها إذن شروط صحة الصلاة الإسلام زوال الموانع أو الأعذار العقل التمييز الطهارة دخول وقت الصلاة استقبال القبلة استحضار النية استحضار النية حكم تارك الصلاة تفق العلماء على أن تارك الصلاة عمدا يعتبر من أكبر الزنوب وأكبر الكبائر وإذا أنكرها أنكر وجوب الصلاة صار كافرا صار كافرا إذا أنكر قال لا يوجد شيء في الإسلام اسم صلاة يصبح كافرا لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة كما ذكر العلماء ما هي أركان الصلاة على جناح السرعة لأن الوقت يداهمنا وأحد القيام في الفرط على القادر نين تكبيرة الإحرام قول الله أكبر ثلاثة قراءة الفاتحة أربعة الركوع خمسة الرفع من الركوع ستة الاعتدال قائما سبع السجود تمني الرفع من السجود تسع الجلوس بين السجدتين عشر طمأنينة حداعش التشاهد الأخير اثناش التسليم تلاتاش ترتيب الأركان ترتيب الأركان الأركاء أخيرا في هذه المحاضرة ما هي مكروهات الصلاة ما هي مكروهات الصلاة قرقعة الأصابع في الصلاة تقعد تقطق في أصابعك وتسبق الإمام في الركوع في السجود والتخصر أن تضع اليدين على الخصر سواء على اليمين أو على الشمال الالتفات بالعنق أو الجسم دون الحاجة إليه منك تلفلف يمين وشمال البصاق أثناء الصلاة بصاق أثناء الصلاة العبث بثوبه ولحيته وشاربه وبدنه يخل بالخشوع كل هذه تعتبر من مكروهات الصلاة وتعتبر من مكروهات الصلاة هذا بالنسبة للمحاضرة لهذه المحاضرة اكتفي بهذا القدر